بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة بريب وان تعالوا نبدأ سوا مراجعة شهر مارس ونشوف أهم البوينت اللي عندنا ونراجع على المنهج بالمرة ونحل الأسئلة زي ما متعودي بطريقة سهلة وبسيط بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا سبسكرايب للقناة بقى ولايك وشير وكومنت على الفيديو ونضموا لينا على الفيسبوك الجروب والبير وكمان التليجرام كل اللينكات ومعاهم لينك الملزمة بتاعة شهر مارس هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس سندوا الوظف تحت الفيديو يلا نبدأ سوا مراجعة شهر مارس زي ما متعودين مراجعة شهر مارس طبقا للمنهج اللي أقرته وزارة التربية والتعليم للسنة دي منهج مارس وهو آخر لسون من يونت 1 ولسون 1 و2 من يونت 2 طبعا مدرستك ممكن تبقى مزودة درسة أو مقللة درس خلي بالك بين الحدوثة دي وانت بترجع ليلة اللي انتحي أول سؤال معينا بيقولي choose the correct answer if the molecule of carbon dioxide consist of one atom من الكاربون وtwo atom of oxygen carbon dioxide اهو carbon dioxide طيب حلو قوي الماس بتاعة two molecule of carbon dioxide خلي بالك هو مش عايز الواحد هو عايز الtwo طيب تعالي يميس نحسب الواحد بس بكين carbon وضايوكسايد يعني carbon وtwo oxygen طيب الكاربون الواحدة اي اللي بتول والtwo oxygen يعني two pi sixteen يعني thirty two يديني كده بكين يا ميس forty four اهي يا ميس اهي العناها forty four خلي بالك دي واحدة بس carbon dioxide هو مش عايز واحدة هو عايز two يعني forty four وكمان واحدة forty four يبقوا eighty eight لو سمعت بص كل مرة لازم نقول نفس الكرام اقرى السؤال كويس واقرى السؤال لاخره وركز وانت بتقرأ طيب تاني question معنا بيقول لي the submission بتاعة reactant mass عشان تبقى اللي equation عندي balanced علشان نطبق اللو بتاعنا اللي كان اسمه law of conservation of matter او law of conservation of mass اللي قال لي لن submission بتاعت reactant mass فاي chemical reaction لازم تبقى equal لل submission بتاعت product mass يقول لي كمان the earth gravitational acceleration دي decrease ام ده طيب نفتكر كده the earth كان عندها حاجة اسمها gravitational acceleration جبنا سيرتها امتا دي اميس جبنا سيرتها لما قلنا اننا عندي three fundamental forces in nature اول واحدة اسمها gravitational force تاني واحدة اسمها electromagnetic force وتالت واحدة اسمها nuclear force كان في منها نوعين weak و strong ال gravitational force دي موجودة عند object زي the earth مثلا وزي ما اتفقنا الرقم بتاعها كان بيتشنج مرتين مرة لو انت بتتكلم ان انت حتقرب وتبعد من center of the earth يعني لو انا the earth بتاعتي اهو هو ادي center بتاعه gravity هنا غير gravity هنا قلنا كل ما بنمشي بعيد كل ما بنجو above كل ما gravitational acceleration بتاعتي حصل لها decrease اهو بيسألني عنها حصل لها decrease امتا كل ما raise up كل ما نطلع لفوق فانا هختار اميس طيب كمل كده get down لا مش معانا move away ما هي هي اميس اهي يبقى ايه انت سي عشان كده نقول اقرأ السؤال كويس طيب تاني حاجة اميس كان بتغير للجرابيتي نفتكرها بالمرة وهي ان انا اعمل transfer للobject ده من place للتين احنا اتفقنا وخدتوا قبل كده في السوشيال كمان ان الارت بتاعتنا ما هياش spherical شي بقوي يعني ما هياش circle بالزبط هي شكلها عامل كده شوية فانا عندي طبعا مش بالشكل الخرافي ده فانا عندي الديستانس دي اكبر من الديستانس دي الديستانس دي سغننة فالجرابيتي فيها برافو عليك كبيرة الديستانس دي كبيرة فالجرابيتي سغننة كنا بنقول ان الديستانس ما بين center of the earth والتو بول less than الديستانس ما بين center of the earth والاكويتشر بتاع الايرث عشان كده gravitational force عند التو بول كانت more than عند الاكويتشر وده كان جيف ريز ومهمة حنشوفه احنا بنحل الجيف ريز بعد كده الbalanced equation كنا بنقول لازم نعمل balance للأكويتشن يعني number of atom اللي دخل equal للnumber of atom اللي خرج فهنا مثلا بيقولي انا دخلت كام na علشان ادخل to cl مدام to cl يبقى اكيد في 2 cl خرج طب دور كده الna كام na 2 برضو فخلاص يبقى هنا كمان 2 يبقى حاختار 2 ولو كان سئني على دي كمان كنت حطيت مكانها 1 وبعدين 2 اهي الانسور بتاعتنا اهي كده زبط عندك 2 na 2 na 2 cl و 2 cl طيب يسألني عن ايه من الفورس دي اللي originated due to motion كان عندي برضو في lesson 2 تكلمنا عن شكلين من الفورس في فورس تحصل لما نعمل موشن ودول كانوا حاجتين الانيرشيا والفريكشن فورس وفي فورس تانية هي اللي بتعملي الموشن زي الفورس اللي جوه اللي سمناها بايولوجيكال فورس اما الفورس اللي originated due to motion يعني حصلت لما عملت الموشن كانوا اللي اتنين دول الانيرشيا والفريكشن فورس تاني بلانس جرب كده وقف الفيديو جرب تحل الواحدة 2H و2CL يبقى اكيد خرج 2HCL الرياكشن المهم قوي بتاعنا لما اتفقنا ان احنا هنعمل واحد كان اسمه الامونيا اللي هي اسمها NH3 والتاني كان اسمه هايدروكلوريك اصد ومدام اصد يبقى اولو H HCL حصل ايه ما بينهم دول يا ميس حصل ما بينهم وكانت اتنون كلهم مع بعض الديني NH4CL مش مكتوب يا ميس طب بقرأ كده اسمه اسمه امونيوم كولورايد خلي بالك NH4CL مش NH3CL فما تقوليش الانسر بتاعتك او بي دي NH4 لكن اللي طلعا لي هنا واللي كتبها لي NH3 دي مش معنا يا شباب يسألني كمان عن الكميكا الكمباوند اللي فورمت من الكمباينيشن بتبقى باي ايه بتبقى باي كونستانت ويت ريشو اه اللو ده اللي ناس كتير قالت يا ميس معلش تكلمينا عنه تاني كان عندي لو يا شباب مهم اسمه لو في كونستانت ريشو اللو ده بيقولك ايه بيقولك ان اي كيميكا الكمباوند انت هتعمله اي كيميكا الكمباوند هتعمله جاي او حصل ازاي حصل بان الاليمنت بتاعته دي بيبقى ليها كونستانت ريشو يعني مثلا لو انا هتكلم عن حاجة زي الايكوشن اللي لسه جايبين سيرتها من شوية اتش تو و سي ال تو وداني تو اتش سي ال كل مرة علشان تكونلي الاتش سي ال دي لو عايز واحدة بس يبقى انت محتاج واحدة سي ال واحدة اتش طيب لو انت عايز تو فحتدخل تو اتش وحتدخل تو سي ال طيب لو عايز ثري حتدخل ثري اتش وثري سي ال عشان يديك ثري اتش سي ال الحدوتة ببساطة ان انت عندك ريش يشغل به يعني مثلا لو الكلام على حاجة تانية غير ال 1 1 1 دي يعني مثلا لو انا محتاجة 2 جرام من element اسمه x كل مرة هيعمل لي react مع 3 جرام من element اسمه y فحيديني 5 جرام من element اسمه x y ده الستاندرد بتاعي ده اللي انا لازم امشي عليه فانا لو انا حدخل مثلا بدل ال 2 x دول حدخل 4 x يبقى انا محتاجة مش انا عملت باي 2 يبقى انا محتاجة بدل ال 3 دي محتاجة 6 y وساعتها اللي حيطلع 10 x y بص ماشي بنفس الرشيو ما ينفعش بقى تقول لي لا ده انا حدخل بدل ال 2 x دول حدخل 3 x طيب وحدخل هنا 3 y برضو ما ينفعش حيتبقى لك باقي حيبقى فيه حبة زيادة من ال x ماشتغلوش معانا يعني حيديك برضو المرة دي هما 5 x y وحيتبقى لك 1 x ماشتغلتش 1 x ملقاتش حاجة تعمل معاها react علشان ال 3 y دول اخدوا 2 x واتبقى لك 1 عارف لو حدتوها قوي هي مبدئية ما بتتكررش كتير في الامتحانات بس انتوا عارفين انا مش بحب نعدي حاجة ما نبقاش فهمنا حتمشي الحدوتة زي ما بتشتغل في الماث كده في الستاتيستيكس يعني مثلا قولي ادي 2 x هياخدوا 3 y ويديني 5 طيب لو انا دخلت بدل 2 x دول دخلت 3 فهم ودخلت 3 y برضو 3 دول هياخدوا 2 اهم وحيديني 5 ادي 2 3 دولي 5 واتبقى لي واحدة x ما اشتغلتش هو الحدوتة دي ده اللي بيطبق لي اللو بتاعنا اللي بيقولك انت حتدخل الريشيو المزبوطة حيديك الرقم المزبوط لو زودت في واحد من غير ما تزوده بنفس الدرجة او بنفس الريشيو بتاعته في الالمنت التاني حيتبقى لك حبة هي حبة مش هيطلعو لك compound اللي انت محتاجة اتمنى تكون كده الحدوتة واضحت والدنيا بقت اسح الكوستشن اللي بعده بيقولي لما عملنا react 2mg plus o2 داني 2mgo الرياكشن ده كان direct combination احنا عارفين بس between مين ومين والله حتى لو انت ناس يبص كده ادي الماجنيزيان ده metal وادي الاكسجن ده non metal يبقى ما بين metal و non metal طب كان فيها ميسمة بين 2 non metal او كان عندي الكاربون والاكسجن طب يا ميس كان فيه ما بين 2 compound او لسه قيلين الرياكشن بتاع 2 compound ده يا ميس طب كان فيه 2 مثل ده بقى اللي استحالا نلاقيه لان مثل يبقى ما يدور على non metal مفيش مثل يعمل reaction مع مثل او عطط لخمط ايدي اهول اللي كنا بنتكلم عليه كل اللي جايين دول ينفعوا يبقوا طيب من ال direct combination except هي واحد ما ينفعش مثل و non metal او لسه شايفينه و ميجنيزيوم و اكسجن طب compound و compound او امونيا و هيدروكلوريك اس طب non metal و non metal carbon و اكسجن طب مثل و مثل ما حصلش ولا حيحصل ابدا ما ينفعش طيب مين من دول كان من الimportance of chemical reaction chemical reaction كتساعدني كتير في اننا يديني obtain او get useful substance كمان كان obtain او get electric energy كمان كان prepare compound بنستخدمها في الاندستري و كان بيعمل produce pollutant جازس بس دي ما كانش من الimportance بتاعته دي كانت من negative effect اللي عن يقول لي weight على earth surface is a من weight على المون مش فاكر ياميس يقولك gravitational force بتاعت earth اكبر من المون يعني earth هتشد اكتر الجي بتاعتها اكبر والweight ده كان equal mass by g الجي اكبر يبقى weight بتاعنا على earth هو كمان more than weight بتاعنا على المون اما لو سألك عن الماس الماس doesn't change الماس على earth هي الماس على المون هي الماس عند two pores هي الماس عند equator او على اخبط طيق ال safety belt ده كان بيقلل لي الافكت بتاع ايه علشان حدودت الapplication دي في ناس حبيبي بيتل اخبطوا فيها الفريكشن force الapplication اللي اتكلمنا عنه فيها قلنا rough surface بتاعت الكار tire واتكلمنا عن break دول اللي ليهم علاقة بال fraction force ال inertia كنا اتكلمنا فعلا عن safety belt وقلنا انه decrease الافكت بتاعها فكان بيعمل لي save لل person او من انه يحصل نتيجة sudden movement او sudden stop فال safety belt ليها علاقة بال inertia طيب انهي جاز اللي كان شرير وعمل لنا faint وهدك اوع تتلغبط ده مش carbon dioxide ده carbon monoxide carbon dioxide كان عملي increase لل temperature بتاعت ال earth sulfur trioxide كان عملي مشكلة في respiratory system building erosion اما nitrogen gas فده كان effect nervous system وال ice وال الاتنين دول بالمناسبة كانوا acidic gases فالanswer بتاعتنا هنا carbon monoxide طيب اهو سألني عنه acidic gas وبتاع respiratory system برافو عليك وده sulfur oxides طيب لما يسألني عن الموتور ونرجع بقى بالمرة على الجنوريتور اللي هو الدينامو والاللكتروماجنت الاللكتروماجنت يا شباب كم من اسمه اخد electric energy وداني بدلها magnetic energy استخدمناه في الكران علشان نشيل ال iron blocks الكبيرة واستخدمناه كمان في electric طبعا انتو عارفين رسمي خطير فتحيل ان ده electric طب والجنوريتور الجنوريتور ده كان ليه اسمه تاني وهو الدينامو وكان اخد مني kinetic energy او mechanical energy وداني بدلها electric energy كنا استخدمناه فين الاجزامبل بتاعنا كان الموتور اخد مني electric energy وداني kinetic energy زي اللي موجود في الفان او في الميكسر اللي هو البلندر هنا بيسألني عن الموتور change مين لمين لسه قيلين من electric energy الميكانيكال energy او عطت لخبط مش magnetic دي ميكانيكال type raising water from the soil to leave against still gravity اي حاجة عكس النورمل يقولك بقى raising the water against the gravity او concentration بتاعك بتاع solution يمشي عكس من low لل high مع انه المفروض يمشي من high لل low اي حاجة كده دفعنا فيها فلوس اي حاجة صعب انها تحصل دي كانت محتاجة force اللي اسمها biological force طالما حصل جوه living organism يسألني كمان عن electro magnet ويقول لي هو الالكتروماجنط ده جبنا battery يعني electric current وجبنا coil من الوير لفناه كده حوالين power of road iron يعني التلاتة مع بعض وفتكر ده كانت ديني حاجة اسمها temporary magnet يعني ماجنط طول ما فيه electricity هو موجود عطعت الالكترستي خلاص ما بقاش موجود الفاندومنتال forces اللي قولناهم ورجعناهم من شوية كم منهم gravitational والelectromagnetic والneuclear force لكن مش منهم nuclear explosion وده يعلمك تقرأ question لآخر وتقرأ choose لآخر كل ما الماس بتاعتنا تزيد يا ترى gravitational force بيحصل لها ايه ما هي gravitational force اللي هي weight والweight equal m في g m زادت g حتزيد وراها برافو عليك هي كمان increase طيب كل دول كانوا من benefit of fraction force الفraction force دي خلي بالكو كانت حلوة في حاجات ومش لذيذة في حاجات كانت حلوة في ams كانت prevent the feet بتاعتنا منها يحصل لها slipping down كانت help stopping or starting the motion بتاعت الكار وكانت help the burning المatch لكن كانت وحشة بقى في حاجة تانية كانت وحشة مثلا انها بتعمل lose mechanical energy وانها بتعمل generate thermal او heat energy فكت بتعمل للماشين بتاعتي فدي ما كانتش من benefit دي كانت من harms of fraction force نفس الفكرة الانيرشيا ايه ترى كانت ايه من دول اللي application عليها بس واحدة مش معانا كات resist الكوين بتاعتي انها تفضل static كانت football player اللي وقع لقدام حصل راش forward او passenger اللي حصل راش backward لكن lightening match دي ما كانتش انيرشيا اصلا دي كانت fraction force لسه جايبين سلتها حي يقول relationship ما بين fraction force والspeed of object يا ترى هي direct ولا inverse ولا ما فيش حاجة ما بينهم ولا direct و inverse مع بعض fraction force والspeed تفتكر كل ما الفريكشن force بتزيد اللي speed بتاعتك بتقل برافو عليك بقيت inverse relationship اللي اتنين مش حباي بالاتنين عكس بعض خالص طيب الكران لسه مراجعينه من شوية الكران او electric quench عملناه من الالكترو ماجنت بتاع طيب يا ترى الpassenger هيحصل له ايه لما car stops suddenly والله مش عايز تحفظ فتكر انت قاعده وماشي في الكر بتاعتك مع بابا وبابا مرة واحدة فارمل حصل ايه للbody بتاعك برافو عليك crash forward طبعا العكس لو بابا كان في حالة static والكار عملت suddenly move مش stop بقى كنا عملنا rush backward طيب الفريكشن ما بين التراير بتاعت الباي سكل والجراون بتاعتنا الفريكشن فورس دي كانت ايه مع الموشن بالزبط كانت في opposite direction قلنا الكار ماشية كده او البي سكل بتاعتنا ماشية كده والفريكشن فورس في opposite direction ليها على طول بكده حبايبي نكون خلصنا الpart الاولاني ذكروا كويس واتمنى يكون الدنيا بقت أسهل وأبسط واتمنى لكم كل توفي